اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله ووقاتكم بكل الخير نحن نلتقي بكم مجددا في رحاب القرآن الكريم وفي رحاب شهر القرآن الكريم ونلتقي بكم مجددا وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغان حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة حياكم الله وتقبل الله مننا ومنكم صالحة الأعمال يا رب العالمين انتهينا الحمد لله من سورة الشورى والحلقة التي توقعنا أن تكون جزء من حلقة لكنها جاءت في حلقة كاملة وهي تأثير مطلع الصورة أو الحروف المتقطعة في بداية الصورة على نسيج اللفظي للصورة الآن كما وعدنا الأخوة المشاهدين أسئلة الأخوة وسبق أن طلبنا منهم ولازلنا أن نكرر طلبنا قدر المستطاع أخواني أخواتي الاختصار في السؤال والدخول في السؤال مباشرة وحتى صياغة السؤالين يكون مختصرا بارك الله فيكم حتى نكسب الوقت إزاكم الله خير هنا الدكتور شهاب الجبوري والدكتور شهاب الجبوري أصبح صديقا للبرنامج نجزاه الله خيرا يقول بعد السلام نسأل الله أن يرفعكم بهذا العلم في الدنيا والآخرة السؤال الأول السؤال الآية الحادية والأربعون من الزمر يقول فمن اهتدى فلنفسه وفي مواضع أخرى من القرآن يقول فإنما يهتدى لنفسه بحصر الهداية بينما الضلالة وردت بأسلوب الحصر فإنما يضل عليها فمن لمس البيانية وجزاكم الله خيرا هذا السؤال الأول ولديه سؤالان آخران نجيب عن الأول أول طيب على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سؤاله من المتشابه اللفظي الحقيقي يعني في صميم علم المتشابه اللفظي في صورة الزمر التي رأيناها يقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا عليك الكتابة للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه هو انتبه إلى عدم وجود القصر والحصر فمن اهتدى فلنفسه الفاء واقعة في جواب الشرط جميل بينما في آيات أخرى فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه بالحصر بالحصر وإنما تفيد الحصر والقصر وهذا سؤاله بالضبط صحيح ولكن في الضلالة في الضلال كلها بالقصر عليها لا في الضلال كلها بالقصر فإنما يضل عليها فإنما يضل عليها في أينما وقعت السبب والله أعلم الذي يذكره البلاغيون التفاتة جميلة صراحي التفاتة جميلة و قلت لك فيه صميم المتشابه اللفظي آية الزمر الدكتور شهاب و للمسلمين و مشاهد جميعا الخطاب فيها موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ خطاب لمن؟ على النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه لم تحتج أن يقصر الاهتداء و يقول فإنما يهتدي لنفسه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتقبل الأسلوب من الله تعالى يتقبل التوجيه من الله و لم يقل و لم يدعي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يهتدي بذاته أو شيء بينما في آيتين اثنتين في سورة النمل و سورة الإسراء يقول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس خطاب لمن؟ للناس للناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه خطاب للناس قد يظن ظان أن هدايته تنفع غيره قد يظن ظان أن هداية تنفع غيره لا لا فإنما يهتدي لنفسه لأن الناس عرض لأن يقول أحدهم شيئا وهكذا في سورة النمل و أمرت أن أكون من المسلمين و أن تلو القرآن قال له قل يعني فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه المقام يعني لبيان أن فائدة الاهتداء تعود على صاحبه فقط بينما الرسول صلى الله عليه وسلم في مقامه لم يكن واقفا موقفا المدل باهتدائه أبدا فلم يؤكد له ذلك واضح العكس في كل الآيات قال ومن ضل فإنما يضل عليه هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخزه ضميره واخذ الضمير كأنه يحمل نفسه المسؤولية يعني لم أقم بمسؤوليتي في التبليغ كأنني قصرت قل لا 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 فمن ضل فإنما يضل على نفسه وهو المقصر واضح بكل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتحمل مسؤوليه والله قال له لا تضيب نفسك على المحصرات إن عليك إلا البلاء كما رأينا فمن ضل فإنما يضل عليها ولن يضرك شيء ولن يصل إليك أذن منه أبدا فهذا سؤاله وهذا الجواب والله أعلم بارك الله طيب السؤال الثاني يقول الآية السابعة والسبعون من سورة الإسراء يقول سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويله هل فيها إشارة إلى ختم الرسالة على اعتبار أن عقوبة من يخرج من يخرج الأنبياء لن تحدث بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنا لم أفهمت النقطة هذه وصلت سؤاله نعم والذي بعده يتعلق به يقول فلم يحتج إلى نفي المستقبل بينما في سورة الأحزاب الآية الثانية والستون يقول عندما تحدث عن المنافقين والمرجفين في المدينة استخدم لن ولن تفيد نفي المستقبل نعم لن تجد لسنة الله تبديل باعتبار أن إيذاء المؤمنين مستمر وإيذاء المنافقين للناس مستمر هذا هو قصده يعني سؤاله لاحظ تشابها بين آيتين الآية سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا لا تجد الآن لا تجد الآن وتعني المستقبل لكن لا تؤكد أقول له لا عم في النفي لا أعم حروف النفي تفيد الحال والاستقبال كذلك؟ نعم وسوى إلى غير ذلك لا في النفي هي أم النفي بينما لن تنفي الآن وتنفي المستقبل بشيء من التأكيد هذا الذي يقوله العلماء مثلا هو استوحى لأن الآية جاءت في السياق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليل سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجدوا جاء بعموم النفي هو استوحى من هذا هل معنى ذلك أنهم لن يخرجوا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبوة بعد رسول منقطعة نقول له نعم النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عم في النفي بينما في آية المنافقين عندما قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاولونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل سنة من قد أرسل سنة الله ماذا قال بالآية بالضبط سنة من قد أرسلنا قبل لا الآية المنافقين عندما قال سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله لن تجد فعلا المنافقون لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل الله سبحانه وتعالى سنته لن تتغير معهم فتفيد التأبيد هذا هو والمنافقون لا ينقطعون في كل زمان ومكان وهذا الكلام قاله المبسرون يعني لا مع الذين خلوا من قبل ولا مع الحاضرين ولا مع الآتين تبديلا فلن تفيد تأكيد النفي في الماضي في الحاضر وفي المستقبل هذا عامة في النحو بارك الله فيك يقول في سورة الأحزاب الآية الحادية والخمسون ترجي من تشاء نعم منهن وتأوي إليك من تشاء ففي الإرجاء فصلى الله يقول فصل لأن الحروف منفصلة في فصلة يقول فصل بينه صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه بمن تشاء في إشارة إلى الإبعاد بينما في الهواء يقول أخر من تشاء وألصق إليك مع كلمة تؤوي تؤوي إليك إشارة إلى القرب فهل هذا تصوير فني مقصود أم أن هناك سبب آخر لتقديم من تشاء نظرة فلسفية في نظم القرآن يعني هو قد ترجي من تشاء منهن ترجي من تبعد وتأخر وتؤجل من تشاء من أزواجه وتؤوي إليك من تشاء فعندما قد ترجي من تشاء منهن أخر ضمير منهن وفصله بمن تشاء إشارة إلى الإبعاد وبعد أبعد الضمير منهن على أزواجه عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال تؤوي قال تؤوي إليك ضمهن إليه من تشاء تؤوي إليك وتؤوي إليك من تشاء وبالتالي في الإبعاد جاء بمن تشاء كفاصلة وهي نظرة صوتية وتتعلق بالنظم أقول له نظرة جميلة لم أجد من المؤسلين من أشار إليها لكنها تحتمل كلام جميل استوعبت نظرة يعني نظرة في نظم الكلام كما إن كنت تذكر لما ناقصنا في صورة السورة خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي خاشعين من الذل نقطة أو من الذل ينظرون فهذا التركيب مرعي في القرآن وقرآن دقيق في نظمه فنقول له والله نظرة صائبة لكن أنا ما رأيت من أشار إليها جزاك الله لدينا سؤال من الأخ جمال سالمي أستاذ الاقتصاد في جامعة عنابة الجزائرية وسؤاله طويل جدا يعني بعد المقدمة هو يعرف بنفس يقول أستاذ إعلامي وأستاذ الاقتصاد في جامعة عنابة لديه من أربع مساهمات أنا اختصلتها على فكرة هذه مختصرة الآن نعم وكرة خمسة صفحات وأنا سأجيبك بسنتقر طيب عالنا الله يقول لديه أربع مساهمات شكر شهادة حق سبع تساؤلات شرح اقتصادي بسيط جدا لأربع أولا الشكر لفريق البرنامج ثانيا يقول كلمة حق لا مجاملة فيها من وجهة نظر بيدوغراف بيدوغجية بيدوغجية يعني تربوية تربوية تعليمية بأي لغة هذه فرنسي بيدوغجية يعني بيدوغجية محظى الدكتور جاد ومجتهد ومبدع مخلص دائما يأتي بالجديد كما يبذل كل ما في وسعي لتقريب الفهم للمشاهد البسيط غير المتخصص في التفسير أو اللغة العربية الفصحة المنشط كذلك مبدع في التنبيه لبعض نقاط الظل التي قد تغيب عن الدكتور فهو أيضا مشكور بارك الله فيك يا دكتور وجزاك الله خير ثالثا يقول لدي سبع تساؤلات بسيطة حول آية اقتصادية زراعية وردت فيها عبارة خاشعة لماذا استثنت دكتور المفسر كلمة بور من القائمة التي ضمت هامدة ميتة مجدبة جدباء هل المقصود اللغوي الحصري من خاشعة في هذه الآية هو فقط الأراضي الفلاحية الخصبة التي أصابها فجأة وبسبب شح المياه جدب ثم عادت بمعجزة ربانية لعادتها القديمة بعد نزول المطر ألا يدخل في التفسير احتمال أن يكون جفاف الأرض عقابا اقتصاديا ربانيا على إهمالها المتعمل من طرف مالكيها أو فلاحيها هل يمكن توصيف حرمان الأرض من المطر بالبلاء من أجل تربيتهم على حسن رعاية أراضيهم هل هناك احتمال آخر أن يكون ذلك مجرد ابتلاء لمالكي الأرض الأغنياء وللفلاحين أيضا حتى يعلم الجميع أن الثمار والزروعة ليست بفضل جهدهم فقط بل هي منة ربانية خالصة ومنحة إلهية مخصصة للصالحين الشاكرين الصابرين هل يمكن إدراج كلمة بور في قائمة شرح خاشعة علما أنني بحثت عنها في مختلف التفاسير فلم أجدها ولأنني لم أقرأ كل الكتب أسألك إن كنت وجدتها عند المتقدمين أو المتأخرين منهم يقصد من المفسرين هل يمكنك أن تذكرهم بالاسم حتى أعود إليهم لإدراجهم في المراجع هل تأذن لي بوضع كلمة بور أمام خاشعة في كتيب صغير أعده لحصر الكلمات القرآنية الصعبة في كلمة واحدة فقط شكرا مسبقا هذا أنا اختصرت خمس صفحات أخرى كتبها مجتهد زه الله خير يعني وباحث شكرا جزا الله وخير الأستاذ الكريم أظن قاسمي صح جمال 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 سالم أولا أنا أشكره وأعضد ما يفعل وأبارك ما يقوم به من تفسير اقتصادي نظرات اقتصادية جميلة وسأرد عليه كتابيا إن شاء الله لأنه وضع تساؤلات وأعطانا لمحة لكيفية الوقوف عند الآيات الاقتصادية في القرآن وهو متخصص فأقول له شيء جميل جدا فقط أعلق على كلمة بور تعليقا بسيطا وإن شاء الله يأتيه مني إن شاء الله يعني جواب أعطيه وجهة هاي وين مرت يا قوما بورا؟ أي قوما بورا موجودة وكنتم قوما بورا أي هلكا أي هلكا لكن أين مرت علينا؟ لا هو ما مرت لما جئنا في سورة بارك الله فيك فصلت ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت قلنا يومها خاشعة بمعنى جدباء بمعنى ميتة هذا هو هامد لا حراك فيها لا حراك فيها هو يتساءل ألا نستطيع أن نقول أرض خاشعة أرض بور فلم يجدها في التفاصيل وأنا فتشت في أكثر من عشر التفاصيل أو شيء وكتب لغوية كلمة بور وبور تأتي بفتح الباء وضمها بور أرض بور لا تعني لا تعني ميتة أو هامدة تعني الأرض التي عطلها أصحابها ولم يزرعوها ليس شرق أن تكون مهمة مهمة لهم أبقوها أنا عندي عشرين هكتار أبقيت عشر هكتارات بور أو بور لم أهيئها للزراعة في هذا الموسم وهيئت غيرها ليس بالشرق أن تكون جدباء نعم وعلماء اللغة يقولون أتيته بكلام يعني الإمام الثعالبي يقول الأرض إذا لم تتهيأ للزراعة فهي بور الإمام الهروي يقول أرض بائرة معطلة عن الزراعة الفيرو زبادي الفيرو زبادي ساحب القاموس نعم الأرض قبل أن تصلح للزرع أو التي تجم سنة لتزرع من قابل فمعظم اللغويين يجمعون على أن الأرض البوار والبور بمعنى صاحبها جمدها في ذلك العام ولم يزرحها هل يعني هذا بالضرورة هي ميتة جدباء قد تكون صالحة فصراحة بوجهة نظري أن كلمة بور لا ترادف أو تتقارب مع خاشعة كما هو يرغب عليه أن يزيد أما كلمة بور اللغة البوار الفساد البوار عندما يقول الله سبحانه وتعالى البوار بمعنى الهلاك أيضا وكنتم قوما بورة كنتم قوما هلكا هلكهم الله سبحانه وتعالى عندما يقول أيضا سوق بائرة أي كاسدة ففي اللغة البوار يعني الهلاك الفساد الكساد بعيدة نوعا ما عن أرض جدباء هي من قموس الأرض التي لم تزرع ومع ذلك أشكره والأراء التي أرسل بها حول بعض التفسير الاقتصادي في آية سورة تفصلت سأحاول الإجابة عنها كتابيا حتى لا يأخذ ذلك شيئا كثيرا من الوقت بارك الله وكأنها مرت علي في الشعر العربي لكن ما أذكر مرت علي بالفعل بارت أو وبارت الأيم أو المرأة بمعنى مرت علي بالشعر العربي لكن لا أتذكر في الحقيقة وبارت السلع كسدات لغا الرئيس فكلها تدور حول الهلاك وأنا قد بارت سعر والطعام هلاك إلى غير صحب فنسأل وتجارة لن تبور لن تتبور نعم يعني التجارة لن تبور لن تكسد ولن تهلك لا أستطيع أن أجزم له بذلك وسأكتب له فيها بارك بإذن الله يقول أنا عبد الرحمن معيل بي من الجزائر ما شاء الله جمهورنا في الجزائر كثر مغرب العربي بشكل عام يقول أنا عبد الرحمن معيل بي من الجزائر وهنيكم على هذا البرنامض الرائع عما سؤالي فهو هل يمكن أن يكون سبب ذكر قصتي سبب ذكر قصتي يأجوج ومأجوج في سورة الكهف راجع إلى أن هذين القومين هما تحت الردم الذي بناه ذو القرنين فالردم يشبه الكهف الذي كان فيه الفتية المؤمنون فكلاهما كانت تحت التراب وكلاهما يشتركان في طول المكس رغم اختلاف المدة وكلاهما غريب جدا ومن خلال مشاهدتي للبرنامج وصلت ربما لتشابه خفيف وهو أن الله أخبرنا عن أولئك الفتية لأنه لو اطلع عليهم أحد لملأ منهم رعبا وفر منهم خوفا وكذلك هم يأجوج ومأجوج سيملؤون الأرض رعبا وخوفا ملحوظة أخرى وهو أن ذكر الشمس في قصة أصحاب الكهف وقصة يأجوج ومأجوج دون باقي القصص وأظن أن الفارقة الجوهرية هو الدعاء أو الطلب من كلا الجانبين في الأخير أجدد شكري الجميع والله يعني ملحوظة يعني ملحوظة جميلة ملحوظة جميلة في كهف وهؤلاء تحت ردم نعم أقول له كلامك صحيح الذي يجمع بين القصتين أن صورة الكهف أتت بكثير من القصص الغريب الغريبة قصة أهل الكهف غريبة ولم تكرر إلا في تيطون ذهبوا لعدد من السنوات وأنامهم الله أصحاب القرية أصحاب الجنة أصحاب الجنة يعني ليست غريبة كثيرة لكن قصة لافتة للانتباه ولم تتكرر في القرآن صاحب الجنتين قصة موسى والخضر نعم نعم صحيح ما وردت إلا هنا إلا هنا وهي غريبة خرق السفينة هدم الجدار القرنين قصة دي القرنين معي أجود ومأجود وكيف جعل ردمان غريبة فالقصص الغريبة واذا ذكرناه إن كنت تتكو في صورة الكهف جمعت أربعة من القصص الغريبة أو أربعا من القصص الغريبة كلها فيها عبر فنقول له وجهة نظر جيدة لكن لا نستطيع أن نجزم لأن هؤلاء في كهف وأهؤلاء في ردم أتى بها لكن تحليل جيد تحليل جيد يعني وجهة نظر لأن القصتين غريبتان وبرك الله وقف وهذا جيد من التدبر والانتباه نبارك هذا النوع من التدبر بارك الله وقف والشهاب الجبوري مرة أخرى يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى ثم أنشأنا من بعدها قرن الآخرين يقول ثم هل تفيد التراخي هنا ومن هل تفيد ابتداء الغاية في غير القرآن هل يلزم القول ثم أنشأنا بعدهم بدل من بعدين بعدهم بدون المن أرجو إزالة هذا الالتباس عني وجزاكم الله الفردوس العلى على ما تبدلونه لبيان القرآن وتسير فهمه علينا سؤاله هذا في الحقيقة نحوي صرف ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخر طبعا ثم كما يعرف كما تعرف هي تفيد التراخي الزمني صحيح يعني بعدما تحدث عن أولئك القوم الذين سبقهم قال بعد فترة زمنية متراخية بعد فترة ثم أنشأنا من بعدهم سؤاله من بعدهم من لابتداء الغاية لابتداء الغاية الزمنية لابتداء الزمن أي أنشأنا من بعدهم من بعد فترتهم من بعد زمنهم بداية من بعدهم من بعدهم مباشرة لما دخلت من تفيد من بعدهم مباشرة هو سؤاله قال هل نستطيع في غير القرآن أن نقول ثم أنشأنا بعدهم طبعا نستطيع بعد زمن غير محدد غير محدد فيه ساعة فيه ساعة لكن لو نقول من بعدهم أي من بعد فترتهم مباشرة فهذا هو الفرق عندما نأتي بمن قبل ضرف الزمان أو ضرف نعم بعد من بعدهم وشرفهم والله أعلم و جزاء الله خير محمد مصطفى الماحي من سنغال يقول وبعد فأرجو من فضيلتكم بيان قوله تعالى سيماهم في وجوههم هل هي الأثر المألوف الظاهر في جبهة بعض المسلمين بسبب مباشرة الجل بمكان السجود أو هو شيء آخر لا يكاد يبين أو يعني لا يكاد يظهر يقول ثانيا تفسيرا شافيا لقوله جل شأنه إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي موضع آخر يقول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد يقول لماذا يكون للفريق المذكور في الآية الأولى أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم وكأن لم يفرق بينهم لم يفرق بينهم هل هذا يدل يقول وكأنه لم يفرق بينهم هل هذا يدل على أنهم كلهم على صواب بينما هو يفصل ويفرق بينهم في الآية الثانية حينما ذكر نفس الفريق مع المجوس الذين أشركوا هل يعني أن المشركين والمجوس هم من سيتم فصلهم عن أولئك هذا السؤال الثاني أما الثالث يقول ما الأعراف من هم أصحاب الأعراف هل هم فائزون كأصحاب الجنة حافظكم الله الذي لا يؤوده حفظ السماوات والأرض وما بينهما تلميذكم محمد مصطفى الماحي من السنغال بارك الله فيه أستاذ محمد مصطفى جزا الله خير سؤاله أسئلته جيدة يعني في صميم اللغة العربية والتفسير قوله تبارك وتعالى سيماهم أي علاماتهم في وجوههم من أثر السجود سؤاله هو هل هذه السيمة هي ما نراه على جبهات الناس أحيانا بعض الناس بعض الناس نقول له العلماء يقولوا في كلمة سيماهم في وجوههم بثلاثة أقوال القول الأول يكون سيمة حقيقية تظهر على جبهة الإنسان هذا باختلاف البشرات كل إنسان له بشرة تتأثر بالسجاد بالحصير هناك من يتأثر كثيرا هناك من لا يتأثر كثيرا عذرا دكتور يعني أحيانا لا يقول لا يكون بسبب البشرة بقدر ما يكون بسبب نظافة السجاد أو شدته أو شدته ربما يؤثر على الجبهة لكن أحيانا تجدوا سجاد مثلا معين البعض يتأثر فيه والبعض لا يتأثر به هذا بسبب البشرة لكن أحيانا تجدوا بعض المساجد خاصة في الأحياء القديمة وغير ذلك السجاد يكون فيها مهترئا يكون فيها غير نظيف يسبب فطريات هذه الدكاترة يقولونها في الصحة يقولون هذا يسبب فطريات والبعض الآخر للأسف دكتور عذرا على هذا التدخل البعض الآخر وهذا مما شاء للأسف يعني أصبح يتعمد ظهور هذه اعتقادا بهذا الأمر جيد لكن الله سبحانه وتعالى يعلم القلوب فقط نحن نجيب هي العلماء علقوا تعاليق جميلة قالوا من إذا جاءت إنسان كثير السجود وظهرت دون تكلف منه فلله في خلقه شؤون فالسيمة هي العلامة ظهرت من السجود أو لم تظهر الإنسان لا يتعمدها ولا يتكلفها لكن هل ظهورها؟ هي المقصود؟ هي المقصود هذا السؤال بعضهم يقول سيمة هم علامة الرأي الثاني هو الأوجه أنا جايك الرأي الثاني هو نورهم على وجههم نور الذي يقوم الليل آناء الليل وأطراف النهار ساجدا قائما هذا إنسان عندما يقول من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار أنا شخصيا أمي لهذا الرأي يعني ترى إنسانا صادقا مع الله يكثر السجود في الليل ترى نورا حتى ولو كان أسود للبشرة أو أي لون كان ترى نورا على وجهه يشع فيه نور هذا يعطيه الله لمن يشاء من عباده فلسان النهار رهبان بالليل آخرون يقولون سيماهم في وجوههم يوم القيامة تظهر يظهر نور عليهم يعطيهم الله تعالى أنا أميل شخصيا بعد مقارنات أن الإنسان الله يعطيه نورا حتى في الدنيا ويعطيه سمت وقار وسمت خشية للا ترى لكن ليست هذه الزبيبات كما نسمع ليست شرطا هذه وإذا جاءت تلك العلامة من غير قصد ربما خير بركانا وكل أقوى العلماء فقط لأن الدكتور أحيانا يعني إذا قلنا بهذا الأمر بأن هذه العلامة هي المقصود بها من هذه الآية فهذا للأسف جعل كثير من الناس يتعمد ظهورها والبعض حتى بات يتكلف في ظهورها بسبب هذه الآية وشكلت لهم أمراض أمراض جلدية خطيرة وهذه يقولها أهل الطب في حد الشأن خطأ هذا كبير نفضل لأن يوم القيامة كما تعرف في الآية القرآنية الكريمة ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أنظر يوم القيامة الله يعطي نورا للمؤمنين فإعطاؤهم النور أو أجزاء من النور شيئا منه في الدنيا أيضا موجود أنت ترى كثيرا من العلماء من أن الصادقين من الصالحين والزهاد عليهم سمت ونور ووقار فهذا هو أنت نفسك ترتاح له وهذه صفة مدحن أما أن يتكلفها الإنسان فلا هل ورد في الكتب التي يعني عذرا فصلنا شوي في هذا الموضوع في الكتب التي ذكرت صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية وصفة البشرة وكذا هل ورد في شيء أنه كان له هذه الأعلامة لا أظن لا يذكرون صفة وجهه صفة حمرته أنه كان مربوع القامة طويل الشعر نوعا ما يعني صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية أنا شخصيا لم أقرأ ولا أنا أقرأت طيب يقول السؤال الثاني فيما يتعلق بإن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن منهم الله واليوم الآخر هناك يقول لما أضاف إليهم المجوس والذين أشركوا قال إن الله يفصل بينهم سؤاله وجيه الآية واضحة نقول له الآية التي وردت في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين فيها شرط شرط أساسي جدا أو قيد من آمن بالله واليوم الآخر لذلك النتيجة فلهم أجرهم عند ربهم من آمن منهم حتى منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم إذن أين أتت هذه الآية في سورة البقرة بعدما عدد جرائم اليهود جرائم بني إسرائيل الذين أتعبوا الأنبياء وقتلوا وسفكوا وعارضوا وكذا مع ذلك القرآن رغبهم في الإسلام رغبهم في الإيمان و لأنه يريد أن يرغبهم لم يأتي بهم وحدهم منفصل قال إن الذين آمنوا و يدخلون معكم و الذين هادوا من اليهود و النصارى و الصابئين من الطوائف الأربعة كل من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم إذا الآية تدعوهم إلى الإيمان و أنت إذا واحد من أي دين و قال آمنت بالله و باليوم الآخر و خلاص أصبح مؤمناً بجوز أحسن منك أما الآية الثانية بصورة الحج لا هي آية مفاصلة ماذا يقول إن الذين آمنوا و الذين هادوا و الصابئين و النصارى و المجلس و الذين أشركوا ما بهم إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إذن يوم القيامة يفصل من هو المحق و من هو غير المحق و لم يأتي قيد من آمن بالله و اليوم الآخر لذلك النتيجة إن الله يفصل بينهم يوم الله على كل شيء شهيد و يجازي كلا بعمله فالآية ثانية مختلفة ثانية تماما من حيث السياق بارك الله طيب الأعراف من هم و هل هم فائزونك أصحاب الجنة نعم فيهم كلام يعني أنا جمعت بعض الأقوال و لا نطيل إن شاء الله أولا أصحاب الأعراف الأعراف هي الأماكن المرتفعة منازل مرتفعة معينة تطل على جهات تطل على أصحاب الجنة و يعني يرون أصحاب الجنة الأعراف من كلمة عرف و العرف هو الشعر الذي ينبت في أعلى رقبة الحصان و الديك كذلك و العرف و الديك و عرف و الديك و عرف و الحصان يعني الشعر اللي فوق الرقبة و منها سميت الأعراف الأماكن البارزة المطلة المطلة إنسان جميل من هم أصحاب الأعراف الذين يؤخرهم الله و يدخلون الجنة في وقت متأخر جدا بعضهم قال أناس استوت حسناتهم و سيئاتهم هذا رأي المسهور استوت حسناتهم و سيئاتهم يؤخرهم الله يدخل أصحاب الحسنات و يدخل السابقون و المجاهدون و الصدقون و قبلهم الأنبياء بعضهم قال يعني هذا ما نقول قوم من أطفال المشركين أطفال المشركين لم يعملوا شيئا لم يبلغوا سنة الرشد و التكليف يعني و مات ولد مشرك ولد كافر مات على سنتين و ثلاثة هذا رأيي قوم آخرون يقول قوم كانت لهم أعمال أنجاهم الله بها من النار لكن لم تمكنهم من دخول الجنة ليس لديهم من حسنات ما يمكنهم من دخول الجنة ليس لديهم رصيد كافي رصيد كافي نشاء الله الله معافينا قوم آخرون يقول كانت لهم صغائر لم تكفر عنهم بالآلام و المصائب أنت تعرف الآلام و الأمر تكفر تكفر لم تصبهم آلام كثيرة و ما تكفر عنهم و ليست لهم كبائر خلاص فيحبسون عن الجنة لينالهم بذلك غم و هم ثم يدخلون الجنة بعضهم قال رأي الجميل أيضا يقول قوم أطاعوا آباءهم و عصوا أمهاتهم أيضا هذا أطاعوا أمهاتهم و عصوا آباءهم فأراء كثيرة لا يستطيع أحد الجزم بها موجودة في التفسير بالمأثور الرأي المسهور هم قوم استوت حسناتهم و سيئاتهم يوقفهم الله إلى أن يدخل أهل الجنة و يعطيهم درسا عظيما إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار و إذا رأوا أصحاب الجنة يعطيهم درسا لتأخرهم هذا هو الرأي لكن يدخلهم الجنة يدخلهم الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون إنما دخلوها بعد عناء نعم بارك الله فيك سبحانه الله بارك الله فيكم الأخ سعيد تايقاوي تاي تاي تايقوي تايقوي إن شاء الله ما أكون أخطأت في اسمك يا أخ سعيد زاك الله خير من إيطاليا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورتا الأعراف فصلت ختمتا بسجدة نعم و آيتا الختم لهما نفس المعنى تقريبا لكن الشيء الذي أثار انتباهي هو قبل الآيتين الأخيرتين ببضع آيات يقول الله سبحانه وتعالى و إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم هذا في الأعراف و في فصلت يقول إنه السميع العليم إنه هو السميع في فصلت عفوا إنه هو هو السميع نعم إنه هو السميع العليم يقول فهل تجدون في هذا التركيب إشارة لشيء ما و جزاكم الله خير و السلام عليكم سؤاله من المتشابه اللفظ الجميل جدا و أظن أشرنا و نحن في سورة فصلت لكن لم نفصل كثيرا سورة الأعراف انتهت بقوله تعالى و إما ينزغنك من الشيطان نزغ يعني في النهايات فاستعذ بالله إنه سميع عليم يقصد اسم الله سبحانه وتعالى سميع عليم أتى بدون تعريف بينما يقصد نفس الآية أو آية شبيهة بها و إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أتى بضمير الفصل و أتى بالتعريف اسمين الجليل لماذا يعني سؤاله وجيه و أجاب عنه العلماء أولا في سورة الأعراف تحدثت عن الأصنام التي يعبدونها أصنام لا تسمع لا تدر لا تتحرك جماد الجماد ليس من شأنه لا السمع ولا البصر أدل يعني يقول الأصنام و إن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا صحيح و ترهم ينظرون إليك الأصنام و هم لا يبصرون حتى في آية أخرى يقول أه لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم آذان يسمعون بها يعني لم توصف الأصنام أبدا لا بسمعين ولا ببصر لقال إنه سميع عليم و هذا بينما في سورة قصلة سبق الحديث كثير عن الجن و عن الإنس و عن السمع والبصر و ما كنتم تستطيرون أن يشهد عليكم سمعكم و على أبصاركم و قيضنا لهم قرانا فزيّنوا لهم ما بين أيديهم و ما خلفهم و قال الذين كفروا ربنا ألنا الذين أضلانا من الجن والإنس المضلون في سورة قصلة ممن لهم السمع والبصر من الإنس والجن هنا عندما قال و إما ينزغنك من الشيطان لنزغن فاستعد بالله إنه هو السميع العليم كأن غيره لا يسمع ولا يبصر ولا فأتى بالتوكيد و بجملة الإسمية و التأكيد بإنه ضمير الفصل و تعريف الإسمين الجليلين لينفي بدليل الخطاب مفهوم المخالفة أن غيرهم ليسوا على شيء لا بسمعين ولا بصر فاختلف الموضعان فاختلف التعريف و التنكير و هذا من المتشابه اللفظي بارك الله الأخ فهد من المملكة العربية السعودية يقول السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بالنسبة لبرنامج في رحابة سورة للدكتور محمد صافي المستغانمي هل هناك نية لإخراج هذا الكتاب يضم الصور التي تحدث عنها الدكتور محبكم فهد بن زيد السبر نزال الله خير ليس في نية نعمل نعمل وسيأخذ وقتا و يخرج فيه أجزاء نسأل الله التوفيق آمين يا رب يقول السلام عليكم انتهينا من سورة فصلت بفضل الله و قد ذكرت نقول انتهينا من سورة شورة الآن الحمد لله لن السؤال قديم و قد ذكرت فيها كلمة فصلت مرتين و أيضا ذكرت كلمة فصلت في مطلع سورة هود و كلمة فصلت لم تذكر في القرآن إلا في هاتين السورتين فهل ثم تترابط بينهما يعني يقصد هود و فصلت إني لألاحظ أن الآية الخامسة و الأربعون من سورة فصلت و لقد أتينا موسى الكتابة هي نفسها و بالحرف الواحد مثل الآية أمي و عشرة من سورة هود و هناك تشابهات أخرى كثيرة مثل العذاب الغليظ الشك المريب الذي ذكر و أكثر من مرة و الخاسرين في الآخرة و كلمة محيط ذكرت مرتين في هود و ختمت بها سورة فصلت إلى آخر ذلك و ختاما جزاكم الله خيرا و جزا الله العاملين في قناة الشارقة طارق دادة من إنجلترا إذا الله خيرا لكل حال هو نبهني إلى شيء جميل جدا لكن يحتاج الأمر إلى دراسة سورة و دراسة كاملة دقيقة و صرات فصلت صحيح يوجد بعض الآيات المتشابهة بينهما ولكن لا تكفي لأن نطلق حكما جازما كما تحدثنا مثلا بين تبارك الذي نزل الفرقان و تبارك الذي بيديه الملك ثمت أسباب اتحاد مطالع اتحاد فواصل أنا شخصيا الآن لم أهتدي إلى وجهي التشابه وجدت بعض المتشابهات بينهما لعل الله يرزقنا علما نافعا في المستقبل لنصبر أغوار هذا الكلام و هو ملحوظته جميلة جزاء الله لخ مونيب داود من الباكستان يقول السلام عليكم أنا طالب في التنظيم و التماسك في السور القرآنية في باكستان و أريد أن أسأل دكتور صافي عن الحكمة و التشابه الموضوعي بين الزلزلة و سورة الكافرون التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في آخر ركعتين من صلاة العشاء يبدو أن هذا بحثه و يريد أن تساعده في بحثه لا نجتهد لكن الذي لم أولا لم يكن يداوم عليهما صلى الله عليه وسلم صورة الزلزلة صورة تحدث عن يوم القيامة و الإيمان بيوم القيامة و اليوم الآخر هذا رقم من أركان الإيمان و هذه العلاقة رقم واحد صورة الكافرون و الكافرين على الحكاية و على الإضافة صورة المفاصلة بين أهل الإيمان و الشرك لا عبد ما تعبدون ولا أنتم عبدنا ما عبدوا صورة المقاطعة و المفاصلة لكن كان يقرأ بها كثيرا حتى في الكافرون تقصد في الوتر في الشفع والوتر في الشفع يقرأ بها نعم في الاستخارة وردت كذلك لأننا قصدي هل يجمعها دائما مع الزلزلة هذا السؤال لا ما سمعته هو يقول في العشاء الآخر أحيان لكن ليس دائما أنا لذلك قلت ليس دائما المهم صورة الزلزل عن يوم الآخر و صورة الكافرون عن الإيمان بالله و المفاصلة مع الشرك لم أهتدي إلى وجوه أخرى ولعل أجد ذلك يعني ما شاء الله طيب سيدي أحمد لعله من إحدى الدول الغربية الغربية لأنه كتب بالإنجليزي معنى ما كتب يشكر و يطلب أن في كل حلقة أن نغطي صفحة كاملة لأننا لا نريد الاستعجال فلا نعطي على الأقل يعني الآية حقها و نحن لا نستطيع أن نعطيها حقها يعني الأختعفات من المغرب تقول من خلال قراءة لسورة البقرة لاحظوا أن السور تتميز بملمح السورة لها البقرة تتميز بملمح لم يتكرر في أي سورة أخرى و هو أن سورة البقرة هي الوحيدة التي ذكر فيها الله تعالى إحياءه الموتى في الحياة الدنيا إحياء الله عز وجل لقوم موسى بعد أن أخذتهم الصاعقة و أحياء الله عز وجل المقتول في قصة البقرة كذلك من قوم موسى و موت عزيز للعزير عزير عفوا و موت عزير مئة سنة ثم أحياه الله عز وجل و أحياء الله عز وجل الطير بعد أن ذبحهم سيدنا إبراهيم من المحرائع جدا سبحان الله و كل هذا في سورة البقرة نعم أما ما يخص أهل الكهف فهل كانوا فهل كانوا رقودا لا موتى أم ذكر أما ذكر إحياء سيدنا عيسى للموتى في سورة أخرى أو في سورة أخرى فقد جاء ذكر القدرة التي منحها الله له و ليس حالات بعينها و من هنا أعتقد أن سبب تسمية السورة يعود لهذا الملمح و الله أعلم شكرا لكم على برنامجكم القيم عفاف من المغرب أعلن أقول لها بارك الله فيك وهذا اجتهاد جميل وتدبر رائع لسورة البقرة و وجه من وجوه تسميتها بالبقرة كيف أحيى الله يعني هي مثال لإحياء الموتى و ما جمعته من قصص حية في إحياء الموتى ملمح رائع و يعتبر خصيصا من خصائص سورة البقرة و أنا أثني جدا على مثل هذا الكلام الأخ عبد الرحمن المبيض يقول السلام عليكم أشكركم على هذا البرنامج أفادني الكثير و لله الحمد سؤالي متى يتوفر كتاب الشيخ يقصد عن البرنامج متى يتوفر كتاب للشيخ يقصد في لحاب سورة في لحاب سورة نعم إن شاء الله سيصدر أجزاء متوالية نسأل للتوفيق بدعاء الصالحين طيب الأخ فرج معتوق الناجي من ليبيا يقول السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و جزاكم الله و خير لدي بعض الأسئلة سؤال واحد لماذا قال الله تعالى عن ناقة صالح و آية النهار مبصرة نعم ما فهمت كيف ناقة صالح جعلنا الليلة و النهار آيتين فجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة آية النهار ما دخل ناقة صالح و جعل آية آتينا ثمود الناقة مبصرة هو أتى بآيتين نعم يقول و لم يقل مبصرة مبصرة و لم يقل مبصرة يعني باسم الفاعل و ليس المفعول أيها هذا هو قصر أبصر رباعي أبصر رباعي نعم طيب لماذا عندما ضرب الله مثلا لنوره استعمل المشكة المصباح زجاجة زيت الزيتون لماذا ضرب بأقل الأمثلة لنوره و أسأل الله أن يجعل أي من منا أيامنا عفوا عامرة بذكر الله عز وجل السائل فرج معتوق الناجي من ليبيا أنا أعتذر بس للقراءة لأن أحيانا تأتي الحروف متقطعة غير موصولة فهذا يشكل شكرا بارك الله فيك سؤاله الأول لغوي بحت و جعلنا الليلة و النهار آيتين فمحونا آية الليل و جعلنا آية النهار مبصرة و قال لماذا مبصرة و ليست مبصرة باسم المفعول نقول له هذا في اللغة العربية من المجاز العقلي جعل الله آية النهار التي فيها النور والإضاءة مبصرة أصلها يبصر من فيها يبصر من فيها الإنسان هو الذي يبصر إلى درجة أن الإبصار انتقل إلى النهار الذي هو سبب الإبصار هذا مجاز عقلي في اللغة العربية يعني إذا كان النهار مبصرا فما بالك أهله يعني كأنه يبصر بعض العلماء قالوا النهار مبصر يراك بمعنى يرى أعمالك ويسجلها آتينا ثمود الناقة مبصرة أيضا الناقة أبصرتهم بأنها آية معجزة من الله أبصر على فكرة يأتي لازما ويأتي متعديا يأتي لازما من أبصر المتعدي كأنه يقول جعلنا آية ثمود آية تجعل من رأها ذا بصيرة تجعل من رأها ذا وتفيده بأنها معجزة فهي مبصرته كفاين فهي مبصرة متعدية متعدية هي التي تجعله يبصر أنها آية ومعجزة بارك الله فيه وبالتالي هنا اسم الفاعل أولى آية واضحة مبصرة تجعل غيرها يشهد بصحتها ومبصرة هنا لا يأتي وهذا قرآن ولا يوجد قراءة ثانية باسم المفعول أو شيء من هذا سبحان الله جيد أما السؤال الثاني وهو لماذا مثل لنوره ونوره لا يدرك كنه ولا نستطيع تصوره هو أعطى مثالا للعرب بما يفقهون بما يفقهون ويعلمون بما يفهمون صحيح وإلا لو مثل لنوره الآن الأجرام الأجرام العالمية نسميه المجرات التي نرها الآن بالتيلسكوبات العالمية تتقد نيرانا والنجوم حتى لو قال لو شبه نوره بالأجرام وبالنجوم يعني بالنسبة لهم المصباح هذا يضي أكثر من ذلك طبعا بذلك حسب المعهود لا أنا أذكر بيته نسيته الآن جاءني سبحان الله عندما مدح أبو تمام ابن المعتصم قال سماحة فلان في بيت من الشعر الجميل سماحة عمر وشجاعة فلان وفلان فقال أحد الحاضرين يريد أن ينتقس من أبي تمام قال له يا هذا يعني تشبه أمير المؤمنين بأجلاف الصحراء أو شيء من هذا النوع فأتى بذلك البيت الشعر الجميل يقول لا تحسبوا ضرب له من دونه مثلا شرودا في بأسه أو كذا فالله سبحانه وتعالى ضرب لنوره مثالا من المشكات والنبراس لا أذكر بيت الشعر لأبي تمام فالله سبحانه وتعالى شبه لنوره بشيء مما هو أدوى صحيح لكن هو لتقريب المثال للعربي وإلا نور الله لا يستطيع أحد حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنت تذكر المعراج قال هل رأيت ربا؟ قال نور أن أراه كيف أراه؟ نور الله يغطي كل شيء وهو قربه إلينا فقط بهذا المثال ومع ذلك المثال دقيق جدا في صورة النور والله أعلم أزاكم الله خيرا البيت الذي هو إقجام عمر في سماحة حاتم أيوة هكذا في حلم أحنفة في ذكاء إياسي إياسي فأبو تمام فورا أنشد قصيدة أعفوا أتم البيتين وأجاء لعلك وجدتهم أتب بيتي تمامي أنا بحثت عنه والله وأنت تتحدث حتى قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراسي ما شاء الله الآن ذكرتها للبيتين ما شاء الله عليك دكتور طيب دكتور بقي لنا من الوقت ولا شيء انتهى الوقت إذا في مجال الحلقة القادمة سوف نشرح في الزخرف لكن بقي لنا على الأقل السؤال لمحمد العربي من الجزائر والسؤال لعبد المجيد من إيران لا هذا يأخذ شيئا من التفصيل ورجح أن نبدأ صورة الزخرف طيب أخ عبد المجيد من إيران نعتذر إليك بارك الله فيك سنرجع سؤالك على أن نبدأ به بإذن الله بعد الانتهاء من سورة الزخرف وهي قصيرة يعني بإذن الله فأخ عبد المجيد من إيران وقد اجتهد وكتب سؤاله مخطوطا بخط يده جزاه الله خيرا وإن كان السؤال مركب من ستة أسئلة وكذلك طارق داد لديه سؤال آخر سوف نعود إليك يا أخ طارق بإذن الله من إنجلترا ومحمد العربي من الجزائر كذلك لديه السؤال سوف نعود إليكم بعد الانتهاء بإذن الله من سورة الزخرف أشكركم جزيل الشكر وأشكر فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر وفي الحلقة القادمة بإذن الله نلقاكم مع مطلع سورة الزخرف أو التمهيد لها شكر لكم والسلام عليكم شكرا لكم شكرا لكم هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية